حتى الآن بيقول 14 بطل من الألعاب الفردية تأهلوا لأولمبياد باريس شايف الرقم ده إزاي؟ بيدل على إيه؟ وإحنا بنتكلم على هذه الألعاب تحديداً الألعاب الفردية إحنا محققين فيها إنجاز كبير جداً هو لسه الرقم ده هيزيد كمان يعني مش هنختص على 14 إحنا ممكن نوصل لأكتر من كده لأن إحنا طبيعي في الألعاب الفردية فما بنبقى نبدأ برنامج تجهيز الأولمبياد بدتبقى البطولات سواء بطولات العالم أو بطولات أفريقيا بالنسبة لنا مجال للوصول إلى الهدف الرئيسي اللي هو الوصول لأولمبياد أو التأهل لأولمبياد ف14 لعب ده برضو لسه إحنا ما وصلناش للرقم الأعلى اللي إحنا بنهدف لي لكن الرقم ده مقبول في نوعية الألعاب اللي إحنا بنقدر نكتسحها يعني زي ما أنت قلت كده رفع الأسقال عندنا منتخبات تنس الطاولة عندنا السباحة عندنا الخماس الحديث فبالتالي إحنا في نوعية ألعاب معينة بنقدر أن إحنا نفوذ بعدد كبير من الموديليات ويتأهل عدد من الأبطال لكن لابد أن إحنا نبص على الهدف الأكبر اللي هو أولمبياد باريس هقدر أعمل فيه مجموعة الأبطال اللي هي تأهلة بالفعل إحنا هنبدأ نجهزها للوصول بقى لابداء برنامج التجهيز أنا وصلت ببرنامج التأهل للأهداف اللي أنا عايزها فلابد أن أنا أبدأ أنقل المجموعة دي لبرنامج التجهيز لباريس باريس بطولة الأولمبياد بتحتاج نوعية خاصة من التدريب نوعية خاصة من التأهيل خاصة التأهيل النفسي والتأهيل البدني اللي أنا قدر أعمله حسب برنامج علمي بيتحط لكل واحد وصل إلى البطولة دي